مستشار أسامة أرجع تاني لأسعار السيارات الزبون المتوسط الزبون اللي هو متوسط اللي كان بيشتري عربية من 200 لـ 500 ألف جنيه كمان أعتقد أن ده تقييمكم للزبون المتوسط ده حصل له إيه؟ ده في كارسة في أزمة حقيقة وأعتقد أن ده السبب لرواك شديد جداً في سوق السيارات المستعملة وكمان عايز أقول لحضرتك أن اللي ساعت في الأزمة وجود ظاهرة جديدة وهو المستهلك التاجر المستهلك اللي بيروح يحجز عربية واثنين وثلاثة في التوكيل ده وفي التوكيل ده وفي التوكيل ده بعد كده يخرجها يباحها بزيادة 300 ألف و400 ألف وده اللي بيشتكي برضو ده اللي بيصرخ وانت سبب رئيسي في صناعة هذه الأزمة انت لا بتدفع ضرائب ولا بتدفع رسوم ولا بشغل موظفين ولا بتدفع إجراءات ولا إعلانات وبتكسب 300 ألف ويروح بايع الواسط وياريتك بتدفع موارد وياريتك بتدفع للدولة حاجة انت بتدفعش للدولة أي حاجة احنا عندنا مشكلة حقية لو بنتكلم عن التصنيع ولو انتظرنا التصنيع العربية اللي أنا بقول لها حضرتك 250 ألف وصلت 860 ألف ومليون لا هتوصل إلى 2 مليون لو انتظرنا استراتيجية تصناعة السيارات بل كم سنة خالد بيبت في استراتيجية دخلين على 10 سنين يا فندم عشان نعمل استراتيجية طيب لما احنا هنقعد 10 سنين نعمل استراتيجية ما لا هنصنع في كم سنة المغرب دخل على مليون عربية ترجمة نانسي قنقر